بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبات العوسج ومثل العادي رح نحكي عن فوائده الطبية للإنسان والآثار الجانبية وموانع استخدامه بيلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام النباتات الطبيعية للتداوي والعلاج من الأمراض بدلا من استخدام الأدوية والمركبات الكيميائية التي تحتوي على العديد من الآثار الجانبية كما أنه مهما تطور الطب وتقدم العالم ستظل للأعشاب والنباتات الطبية مكانتها وفضلها الذي لا يزال العلم لا يستطيع حصرها ومن النباتات الطبية التي أثبتت فعاليتها في التداوي والعلاج هو نبات العوسج الذي له قدرة هائلة على التخلص من العديد من الأمراض التي تصيب الجسم وسنتعرف على فوائده وأثاره الجانبية وموانع استخدامه بعض الفاصل سنتكلم بداية عن مواصفات ومكونات شجرة العوسج هي واحدة من النباتات الطبية تنمو الشجرة لترتفع وتصب إلى ثلاث أمتار وتنتشر في العديد من البلدان حول العالم ويكثر وجودها في الأماكن الرملية كما تنتشر في المنطقة الشرقية والجنوبية في الجزيرة العربية أوراقها خضراء اللون أو تميل إلى اللون الأصفر في بعض الأحيان طبعا حسب فصول السنة وموسم الأمطار أما ثمار العوسج فسرعان ما تنضج وتتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود بعد أن كانت خضراء وأزهرها بيضاء اللون ويخالطها اللون البنفسجي يطلق عليها العديد من المسميات رح نكتب على الصور وفي صندوق الوصف بعض الأسماء المنتشرة والمعروفة يعتبر العوسج من النباتات المعمرة التي تساعد في علاج أمراض كثيرة يعاني منها الإنسان والقيمة الغذائية لنبات العوسج عالية جدا فهو يحتوي على مجموعة من البروتينات والسكريات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية وعدد من الفيتامينات والمعادن الهامة سنعرضها أيضا مكتوبة على الصور وكذلك تجدونها في صندوق الوصف أما فوائد نبات العوسج يتم استخدام كل من الأوراق والساق وحتى الجذور في العلاجات الشعبية التقليدية وكانت قديما تستخدم للعداج من السعاد وآلام البطن والصداع وقد ثبت أن نبات العوسج من النباتات الطبية التي لها فوائد عديدة على الصحة نذكر منها أولا مكافحة مرض السكري يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارا في العصر الحديث يصاب به الإنسان وينتج عنه السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية فالعوسج يساعد في السيطرة على السكري فيمتلك عدد من الخصائص الفريدة التي تعمل على تنظيم هرمون الأنسولين هذا بفضل مجموعة الفيتامينات الفريدة مثل الثيامين والربيوفلافين واللوتين من فوائده ثانيا السيطرة على الكروسترول واحدة من الأسباب الرئيسية لتطور أمراض القلب والشرايين هو الكروسترول السيء الذي يتكتل داخل الأوعية الدموية ويعمل على انسدادها ويعمل نبات العوسج على تكوين الكروسترول الجيد لحدوث التوازن المطلوب يحتوي على الألياف التي تساعد على ضبط مستوى الكروسترول في الدم والتخلص من الكروسترول الضار مما يمنع الإصابة بانسداد الشرايين أو التعرض للأزمات القلبية وبالتالي تعزز من صحة الجسم ومناعته من فوائده ثالثا فوائد العوسج للفم والأسنان يساعد نبات العوسج على التخفيف من الالتهابات التي تصيب الفم واللثة كما يعمل على تقوية الأسنان رابعا فوائد العوسج للجهاز الهضمي تشير الدراسات العلمية أن العوسج يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي يعمل على القضاء على اضطرابات المعدة ويقلل من الغازات والانتفاخات كما يحسن من أداء الجهاز الهضمي بشكل كبير ويحمي من التقلصات والآلام التي تصيب المعدة ويخفف من حدتها أيضا يساعد في القضاء على البكتيريا والميكروبات التي تصيب المعدة ويعالج مرض الملاريا والدوزنطاريا أيضا يخلص الإنسان من الآلام التي تصيب القولون خامسا فوائد العوسج للجلد يعمل على حماية الجلد من أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية التي تعد واحدة من أهم التهديدات التي تواجه الجلد وتؤدي إلى إصابة الإنسان بسرطان الجلد ويقلل العوسج من الالتهاب الناتج عن التعرض لتلك الأشعة الضارة بفضل احتوائه على مركب كاروتين مع مضادات الأكسد القوية ويحتوي على العديد من المعادن التي تساعد في علاج الجفاف والتشققات التي تصيب الجلد ويقي من الالتهابات الجلدية ويمنع الحكة والجرب والجذام وغيرها من الأمراض الجلدية سادسا فوائد نبات العوسج للجنس للمرأة والرجل له خصائص مثيرة للشهوة ويقلل من الأضرار التي تلحق بالخصيطين ويوفر الحماية ضد الأكسد بسبب وجود بيروكسيد الهدروجين الذي ينشط ويزيد من السائل المنوي عند الرجال فيعتبر أن له دور كبير في علاج الضعف الجنسي عند الرجال ويساعد في التخلص من سرعة القذف وضعف الانتصاب وفقدان القدرة والرغبة ويخلص المرأة من الاضطرابات التي تحدث في نزول الدورة الشهرية والتي قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب أو الشعور ببعض الآلام سادسا فوائد نبات العوسج للجهاز البولي يساعد على طرد السمو من الجسم والتخلص منها كما يعمل على تحفيز الجهاز البولي للقيام بوظائفه فيعتبر من العوامل التي تساعد على إدرار البول كما يفيد في التداوي من أمراض الكلا والجهاز البولي ويخلص الكلا من الحصوات التي قد تتكون بها ثامنا فوائد نبات العوسج لعلاج الضعف العام يساعد في تخفيف درجة حرارة الجسم عند الإصابة بالحمى ويقضي على حالات الضعف العام ويعالج الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وذلك بفضل احتوائه على النحاس الذي يعمل على زيادة نسبة امتصاص الحديد بالدم ويعمل على ضبط مستوى ضغط الدم بشكل كبير أيضا يفيد الكبد فالكبد واحد من الأعضاء الأكثر مرونة في أجسادنا يحمينا من السموم والمواد الكيميائية ويعمل العوسج على تجديد الدورة الدموية وتنشيطها وبالتالي منع ما يسمى بالكسح الجذري بالكبد وحمايته من تراكم المواد الكيميائية الخطيرة تاسعا فوائد نبات العوسج للعين والرؤية يعمل على تحسين الرؤية فالخصائص المضادة للأكسادة تحمي من الجذور الحرة بالعين والتي تسبب الضمور البقعي واعتام عدسة العين وبالتالي فقدان البصر وأشارت دراسات علمية أن للعوسج فوائد في علاج الإضطرابات المختلفة بالعين ويساعد على تقوية البصر وتحسين الرؤية عاشرا فوائد نبات العوسج للجهاز العصبي العوسج يحد من التعب والتوتر ويعمل على تحسين الأداء العصبي والنفسي وذلك بفضل المجموعة الكبيرة من الفيتامينات التي تحمي خلايا الدماغ فقد أشارت الدراسات العلمية أن العوسج يمتلك مضادات أكسادة قادرة بالفعل على منع الأمراض العصبية والتخلص من القلق والتوتر وتحافظ على سلامة الجهاز العصبي كما يساعد العوسج على منح الإنسان الشعور بالهدوء والراحة مما يساعده على التخلص من اضطرابات النوم والأرق والحد من التوتر والحث على النوم لكونه يحتوي على مواد مهدئة وأخيرا لا بد من ذكر الآثار الجانبية لنبات العوسج وموانع استخدامه فبالرغم من الفوائل الكثيرة للعوسج إلا أنه يحتوي على عدد من الآثار الجانبية منها الحساسية لبعض الناس فقد يسبب الحساسية التنفسية أو الوزمة الوعائية بالوجه وحكة بالأذنين والطفح الجلدي والتهاب الأند فمادة الورفارين الموجودة في العوسج هي مادة مخدرة ويمنع منها الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية ومنها الإسبرين وبشكل عام لا يمكن تناول العوسج مع أدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية خفض الكورسترول ومضادات الفيروسات وأدوية السرطان والعقاقير المضادة للاكتئاب والأدوية الخاصة بعلاج الهرمونات ومثبتات المناعة وأدوية هشاشة العظام لأنها جميعها تسبب رد فعل قوي جدا يترتب عليه مضاعفات صحية خطيرة مع ضرورة استشارة خبير الأعشاب أو طبيب متخصص حفاظا على سلامتك وذلك لأن التداخلات الكيميائية بين نبات العوسج وهذه الأدوية قد يؤدي إلى حدوث العديد من الآثار الجانبية شديدة الخطورة على المريض حبيبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على نبات العوسج وإذا كان في أسماء معروفة شائعة عندكم يمكن وضع ذلك في تعليق أسفل الفيديو وأي سؤال أو استفسار سنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ومتخطكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة